موسيقى أشرة الأخبار الرئيسية من قناة الجزيرة الدولية أسهلا بكم إليكم العنوين بحضور شخصيات سياسية ورياضية بارزة الرئيس الجزائري يكرم فريق اتحاد الجزائر عقب تتويجه بكأس الكونفيدرالية الإفريقية لأول مرة في تاته موسيقى موسيقى تترع في إنشاء مركب إنتاج القولوب بروبالين بمليار ونصف مليار دولار وتعتبر سحابة تطال من المشروع بالقرار السيادي وغير المؤثر على شركة ثنائية موسيقى موسيقى الاتحاد الأوروبي يقترح على تونس التوقيع على اتفاقية شراكة الاستراتيجية الشاملة يعلن عن مساعدات بمليار دولار وتوفير مائة مليون يورو لمواجهة الهجرة غير النظامية موسيقى المرشد الإيراني يعلن استعداد تهرى للتوقيع على اتفاق بشأن برنامجها النووي شريطة عدم المساس ببنيتها التحتية والكيان الصهيوني يحذر من تسوية جديدة موسيقى موسيقى والجيش الروسي يعلن عن احباط هجوم نوكراني مضاد على محوري جنوب دونيسك وزابوروجيا موسيقى موسيقى أهلا بكم إلى تفاصيل الرئيسية في المستهل ترأس الرئيس والجزائري عبد المجيد تبون مساء اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء الاجتماع تناول مشروعي قانونين يتضمن الأول قواعد الوقاية والتدخل والحد من الأخطار الكبرى ويتعلق والثاني بقانون الإجراءات المدنية والإدارية بالإضافة إلى عروض منها مشروع قانون التزوير واستعمال المزور المرنمج والتكبير لولاية الجلفة وإعادة تثمين نظام تعويذي للعاملين في ولايات الجنوب وحسب ما أورده بيان لرئاسة الجزائرية فقد أكد الرئيس الجزائري على الأهمية القصوى للعمليات الاستباقية واليقظة الدائمة وفق إعداد مخططات محددة لمواجهة كل حالات الكوارث مهما كانت طبيعتها كما شدد الرئيس الجزائري على ضرورة تحيين قوائم الإمكانات المادية والبشرية المخصصة للتدخل في الكوارث مع إلزام ولاة الجمهورية بالعملية كل ستة أشهر وذلك تفاديا لأي عرقلة تخص عمليات التدخل وفتح المسالك والطرقات وإنقاذ الأرواح وفق المصدر ذاته وبخصوص عرض وزاري مشترك حول مدى تقدم مشاريع إنجاز خطوط السكة الحديدية غارج بلاد وهران تبسى عن نبع وكذا مركب الحديد لبشار أكد رئيس الجزائري عبد المجيد تبون على أهمية مراعاة الدقة والاستشراف وفق معايير علمية وتكنولوجية في تجسيد هذا النوع من المشاريع التي تعود بالفائدة على البلد والمواطن وتساهم في تحسين مستوى معيشته وهذا بنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لمشروع غارج بلاد كرم رئيس الجزائري عبد المجيد تبون لاحد فريق اتحاد الجزائر عقب تتويجه بكأس الكونفيدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه وذلك بحضور شخصيات سياسية ورياضية بارزة المناسبة شكلت فرصة لنادي اتحاد الجزائر لإهداء الرئيس الجزائري قميصا يحمل اسمه موقعا من طرف لاعب الفريق بقصر الشعب الجزائر العاصمة استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أبطال كأس الكونفيدرالية الإفريقية نادي الاتحاد الرياضي للجزائر العاصمة وعلى شرف الكبار كانت حفاوة الاستقبال وبحضور شخصيات رياضية وسياسية بارزة ووالد اللاعب الراحل بلال بن حمودة تزينت القاعة وكان الحفل مميزا وذهيجا أولا فرحة فرحتين وفرحين بالكاس وفرحين بالاستضافة هذه كانت في الخير علينا ونشكره صيد الرئيس اللي استقبلنا وكان سوبل معنا وكان يعني مرتاح معنا الحمد لله الأولاد يعني كالي عمرهم لحقوا هذا شافوا هذا لزيفان ما يعرفوا أن كرة قدم تقدر تشوف فيها أي حاجة بالكورة تقدر تدير المعجزات الحمد لله نحن فرحانين مع شعبنا والحمد لله اتحاد الجزائري قطع شواطا كبيرة في المنافسة الإفريقية وبصم على مشاركة استثنائية وصولا إلى منصات التتويج رفع راية الجزائر عاليا ودخل التاريخ من الباب الواسع ويأمل في مواصلة مغامرته الإفريقية بحثا عن كأس ممتازة لترسيع القميص بالنجمة الثانية ومثلما كان التكريم من الرئيس الجزائري جاء التكريم مماثلا من إدارة أبناء سستارة كما يلقبوا للرئيس تبون بإهدائه قميصا نادي يحمل إمضاء جميع اللاعبين بسم الله الرحمن الرحيم أول شيء نشكر رئيس الجمهورية على هذا الاستقبال الحار وهذا الحفل الحمد لله يا ربي ما تخفى لكش كما احنا شرفنا الجزائر إن شاء الله نكملوا على هذا الدنمين وإن شاء الله وكل عام تيته إن شاء الله هذا الشي يخلينا ويحفزنا إن شاء الله بزدون خدمه إن شاء الله الحمد لله يا ربي احنا شرفنا الجزائر أحسن تشريف ونشكر رئيس الجمهورية على التكريم هذا هذا فخر واحتزاز وثيقة إن شاء الله اللي تخلينا نزيدون واصلوا إن شاء الله باش ننزيدون حقه سوبر كوب إن شاء الله شرف كبير باش رئيس الجمهورية يستقبل فارق اتحاد العاصمة خاصة تكريم جاز في أحسن أحواله لا عابين يعطيهم دافع باش يقوموا بمجهودات خاصة في الميدان سواء محليا أو قريا وهذا يفتح باب أيضا الفرق والأنديا في البطولة الوطنية باش يفرحوا الشعب الجزائري لكل مشتهد نصيب من جد وجد ومن زرع حصد فبالإرادة والطموح يبقى المستحيل ممكنا وما كان بالأمس حلما أصبح اليوم واقعا وغدا أفضل ويبقى التكريم الذي حظي به الاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر جرعة أكسجين للمضي قدما نحو حزد المزيد من الألقاب والتتويجات للبقاء في حظيرة الكبار فمن ذاق طعم الألقاب لا يمكنه أن يعيش بعيدا عن أجواء النهائيات ليس صعبا الوصول إلى القمة بل الأصعب البقاء فيها وقعت مجموعة سونطراك الجزائرية لحد على عقد إنجاز مشروع مركب للبيترو كيمويات غربي البلاد بتكلفة مليار ونصف مليار دولار المشروع الذي ينتظر إنجازه خلال 42 شهرا يستهدف إنتاج 550 ألف طن سنويا من مادة البولي بروبالين بقيمة استثمارية تعادل 1.5 مليار دولار على مساحة 88 هكتار يتدعم المجمع الطاقوي سونطراك الجزائري بهيكل جديد لصناع البترو كيموية المشروع الذي يجسده تحالف بريطاني صيني من شأنه إنتاج أكثر من نصف مليون طن من مادة البولي بروبيلان سنويا على أن توجه أكبر حصة من إنتاجه لتغطية احتياجة السوق الجزائرية من هذه المادة الاستراتيجية بينما يصدر الفائد يمضى عقد البناء الإمداد والهندسة مع مجمع معروف مجمع عالمي ذو صيت عالمي هو بيترو فاك والشركة الصينية أشكوسي وهي فرع من فروع شركة سينو باك الصينية المستعملة فيها لهذا المشروع وهي من أهم التكنولوجيات في الميدان بيترو كيماوي أملنا كبير في شركائنا لإنجاز هذا المشروع في المدة المحددة لأن هذا المشروع مهم بالنسبة لصنوات راك واستراتيجي للبلاد كما سيسمح هذا المشروع من تصدير الفائد من إنتاج من أجل الرفع من صادراتنا خارج المحروقات كما سيساهم المشروع في توفير مناصب شغل مباشرة تقدر ما بين 750 و 1500 منصب شغل من اليد العاملة المحلية خلال مختلف مراحل إنجاز هذا المشروع و 450 منصب أثناء عملية الاستغلال كما سيساهم بصفة غير مباشرة في تشغيل على ما يقل من 10 ألاف عامل خلال المرحلة الإنجاز و 5000 خلال مرحلة الاستغلال ولأن الغلاف الاستثماري ضخم فضل عملاق الطاقة صنوات راك الاستعانة بالسوق المالية الداخلية عبر تحالف بنكي يقوده البنك الوطني الجزائري التي سيغطي 70% من قيمة المشروع فيما تتكفل صنوات راك بتمويل 30% المتبقية انطلاقا من مواردها الداتية سوف يتم تمويل 70% من تكلفة المشروع من طرف ائتلاف عدة بنوك وطنية بقيادة البنك الوطني الجزائري فعنا جهودنا في تمويل هذا المشروع وهو ما يؤكد قوة هذه البنوك الوطنية الجزائرية ووجود السيولة الكافلة لمزاولة ومداولة جميع الاستثمارات سنوات راك توسع استثماراتها في مشاريع المشتقات النفطية والغازية في اطار مرافقة الحركية الاقتصادية للجزائر والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة البوليبروبيلان الاستراتيجية وتدعيم تشكيلة صادرات المجموعة الطاقوية الجزائرية وبخصوص انسحاب مجموعة توتالة الفرنسية من المشروع اكد رئيس المدير العام لمجموعة سنوات راك تفيق حكار ان القرار سيادي ويخضع الاستراتيجية خاصة بالمجموعة الفرنسية ولن يؤثر على الشراكة التي تربط بين المجموعتين في نهاية هذه الدراسات وكذلك بعد عرض هذا العرض المالي لهذا المشروع كان فيه مبلغ معيني هو 1.5 مليار دولار الاطراف تجتمع من اجل اتخاذ القرار النهائي للاستثمار وهذا القرار هو رجع الحسابات لكل شركة الشركة توتال شافت بلي انه من حساباتها انه ربما هذا المشروع ما يتوافقش معه ما كانت المنتظر من هذا المشروع خذوا القرار بكل استقلالية وكذلك سونات راك تخذنا القرار بكل استقلالية نستمر في هذا المشروع اولا وجه شكري الجزيل لتوتال عملت معنا في فترة من تقريب من 2017-2022 قرار سيالي لكل شركة هم قرروا انه ينسحبوا المشروع احنا قررنا ان نستمر المشروع وكل شركة عندها حساباتها وعندها رؤيتها وعندها استراتيجية في شأن اخر اقترح الاتحاد والاوروبية لحد تعزيز شركة مع تونس من خلال برنامج يشمل مساعدة مالية طويلة الامد بقيمة مليار دولار وقالت رئيسة مفوذية الاوروبية ارسولا فوندرلين ان البرنامج يتضمن خمس نقاط تشمل دعم مكافحة الهجرة غير النظامية وتوفير مساعدة اضافية بقيمة 150 مليون اورو تضخ فورا في الموازنة العامة التونسية تتعاظم التحديات الامنية والاقتصادية وتتوسع معها التحركات الدولية الهادفة لمساعدة تونس على مواجهة تداعيات اسوأ ازمة اقتصادية تواجه البلاد منذ عقود ليحل بتونس ثلاثة زعماء اوروبيين بشكل متزامن في قمة شهدت الاعلان عن تعهدات الاتحاد الاوروبي بضخ تمويلات باكثر من مليار دولار تتضمن مساعدات فورية بحدود 150 مليون يورو الاعلان الاوروبي جاء تتويجا لمساعي ايطالية قادتها رئيسة مجلس الوزراء جورجيا ميلوني التي التزمت قبل نحو اسبوع بمساعدة تونس على الصعيدين الاقتصادي والمالي واعادة بعث المفاوضات المتعثرة مع صندوق النقد الدولي هبة الاتحاد الاوروبي لتونس ضمن خطة خماسية تشكل بصيص امل لبلد يجابه اسوأ ازماته الاقتصادية وقد تمثل محطة ضمن مسار طويل للحصول على تمويلات طارئة بحدود مليار دولار من صندوق النقد الدولي مؤشرات ايجابية لا تخلو من شروط يكون الجانب الاوروبي قد سعى لتنفيذها على صعيد مواجهة الهجرة غير الشرعية وقال رئيس التونسي قيس سعيد انه لا يمكن حل ازمة المهاجرين على حساب تونس مؤكدا ان اي حل يجب ان تكون له دوافع انسانية وان يكون حلا قانونيا يشارك فيه الجميع وصفا المهاجرين بانهم ضحايا نظام عالمي يتعامل مع ازمة الهجرة ومن يعانون منها كارقام سعيد خلال زيارته الى مدينة اسفاقس السبت لبحث اوضاع المهاجرين والازمات التي تواجه المواطنين تونسيين اكد ان بلاده لا تقبل ان يعامل اي شخص معاملة غير انسانية ان كان الحل كما قلت لا يجب ان يكون حلا على حساب الدولة التونسية وهؤلاء بطبيعة الحال نحفظهم ونحميهم ولا نترك من يعتدي عليهم ولكن عليهم ايضا ان يمتثلوا للقوانين التونسية لن نقبل باي اعتداء عليهم ولا يمكن ايضا ان نقوم بالدور الذي يفسح عنه البعض ويخفي البعض الاخر بان نكون حراسا لدولهم لا الحل لا يمكن ان يكون الا انسانيا وجماعيا بناء على مقاييس انسانية ولكن في ظل القانون في ظل قانون الدولة في ليبيا ابدأ المجلس الرئاسي استعداده لتشاور الموسع مع القوى والمؤسسات المعنية بمشاركة من البعثة الاممية تحسبا لاجراء الانتخابات في البلاد في مؤشر يؤكد توجه البلاد نحو تبني الخطة الاممية البديلة لتجنيب البلاد تأجيلا جديدا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤمة لاجراءها قبل نهاية السنة الجارية نحو مصار حل جديد تتجه الازمة الليبية في قابل الايام مصار لا طالما لوح به المبعوث الاممي الخاص الى ليبيا عبدالله باتلي الذي ومع اقتراب حول كامل على توليه منصبه وتزامن ذلك مع فشل مبادرات داخلية وخارجية وتعقيدات تشوب مصارات سياسية اخرى منها اجتماع لجنة ستة زايد ستة يجد نفسه امام كل ذلك مجبارا على فتح افق ارحب واوسع امام الليبيين يحررهم من ضيق رؤى قادة الكيانات الامنية والسياسية المهيمنة حاليا على المشهد توجه يبدو ان ثمت من اقتنع بضروراته حتى من داخل هذه الكيانات على غرار المجلس الرئاسي الذي ابدى استعدادا للتشاور الموسع مع كل القوى الوطنية والمؤسسات المعنية بمشاركة البعثة الامامية كما اتبع ذلك بلقاء جمع موسى الكوني باعضاء لجنة ادارة الحملة الوطنية لدعم الانتخابات في تعبير صريح عن تماهي المجلس بقيادة محمد المنيفي مع توصيات ومقترحات باطلي الدعية الى توسيع دائرة البشاركة السياسية لتشمل هيئات ومنظمات المجتمع المدني الشبابية والنسوية والتي شكت الى المبعوذ الاممي تهميشا طالها خلال السنوات الماضية بل وتهديدا من بعض الكيانات العسكرية التي تريد فرض مصارات معينة تحفظ لها نفوذها ومصالحها مستقبلا لكنها تجد نفسها اليوم في حرج كبير امام موقف المجلس الرئاسي باعتبار ان توسيع دائرة التمثيل سيضرب في مقتل شرعية هذه الكيانات ويقوض حججها المتعلقة بحفظ امن الشعب الليبي الذي سائم من حالة الانستاد السياسية تجددت الاشتباكات في اجزاء متفرقة من العاصمة السودانية الاحد بمجرد انتهاء اتفاق وقف اطلاق النار الذي استمر 24 ساعة وذكر سكان انهم سمعوا قصفا مدفعيا في منطقة شرق النيل بالضواحي الشرقية بالعاصمة الخرطوم بينما وردت انباء عن انفجارات واشتباكات بالمدينة وكأن طرفي النزاع في السودان استعجلا انتهاء مهلة الهدنة القصيرة المعلنة لمدة 24 ساعة اقل من ساعة بعيد انتهاء الهدنة استؤنف القتال في العاصمة الخرطوم بين قوات الجيش والدعم السريع مشهد لم يستثني شمال ام درمان وكذا جنوبها اين سمع دوي انفجارات قوية كما شهدت احياء عديدة اخرى جنوب العاصمة قصفا بالمدفعية الثقيلة وهو المشهد ذاته في الخرطوم بحري تزامنا مع ذلك افادت وسائل اعلام محلية بان طائرات الجيش قصفت مواقعة مركز قوات الدعم السريعة في منطقة شرق النيل وامام مآلات مجهولة باتت تفرض نفسها في متغيرات الوضع السوداني كانت الهدنة القصيرة اشبه بفرصة للسكان لتخزين السلع الاساسية التي يباع ما توفر منها باضعاف اثمانها ما يعني ان توفير اساسيات العيش اضحى امرا مكلفا ومعقدا وفي الاثناء تعكف الوساطة السعودية الامريكية حسب مصادر دبلوماسية على الاعداد لاتفاق وقف اطلاق نار طويل الامد متشجعة في ذلك بما وصف التزاما من الطرفين بهدنة اليوم الواحد مشهد فرار ملايين سكان من ويلات الحرب وما خلفه من صور لجوء قاسية نحو المناطق المجاورة لا يتخلف عن ملازمة الازمة الخارجية المصرية وفي توضيح لها على ما خلفه قرار السلطات المصرية فرض التأشيرة على دخول اللاجئين السودانيين الى مصر من جدل قالت ان القرار لا يهدف الى منع او الحد من اعداد السودانيين الوافدين وانما الغرض منه وضع اطار تنظيمي لعملية دخولهم يأتي هذا في وقت تحدثت اللجنة الدولية لصليب الاحمر عما سمته اشكاليات ومعوقات تواجه عملها في البلاد من ضمنها عدم قدرة السلطات المحلية والمصالح الصحية على تسريع عمليات نقل الجثامين وانتشالها بالاضافة الى عدم القدرة على التعرف على هويتها بسبب نقص الموارد البشرية والتقنية مضيفة ان ذلك قد يستمر طويلا حتى بعد نهاية الصراع استضافت جيبوتي الاحد قمة ثلاثية مصغرة تجمع كل من رئيس دولة جنوب السودان ورئيس لجنة الوساطة لدول ايغاد بشأن الازمة السودانية الى جانب رئيسين الكني والجيبوتي وحسب مصادر محلية فقد بحثت القمة والتقدم المحرزة في توصيات قمة رؤساء دول ايغادة عقدت في السادس عشر افريل الماضي لبحث وقف دائم لاطلاق النار في السودان وفتح الممرات الانسانية والدخول في حوار شامل لاجاد حل للنزاع تبكنت القوات المشتركة الصومالية من القضاء على تسعة عشر ارهابيا من حركة الشباب بمحافظة شبيلي السفلة وفدت وكالة الانباء الصومالية الاحد بتواصل عملية مشتركة تنفذها قوات جهاز الامن والمخابرة الصومالية في قرية بولا محمد عبدالله الواقعة في ظواحي مديرية اوتيقلي بالمحافظة ذاتها وتخوض الحكومة الصومالية منذ سنوات حربا ضد حركة الشباب الارهابية التي تأسست مطلع الفين واربعة واقدمت على عدة تفجيرات داخل البلاد اكد المرشد الايراني علي خامنائي الاحد ان ايران لا تمانع التوقيع على اتفاق بشأن برنامجها النووي مع الغرب شريطة عدم المساس بالبنية التحتية للانشطة النووية في حين حذر رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنامي ناتنياهو من ان اي تسوية يتم التوصل اليها مع تهران لن تكون ملزمة للكيانة تسريبات صحف عبرية تعد الملف نووية الايرانية الى الواجهة بابداء المرشد الاعلى الايراني علي خامنائي انفتاح تهران على اتفاق جديد مع الغرب حول انشطتها النووية في حال ما اذا لم يطل البنية التحتية النووية للبلاد اي مساسة لا ضير في الاتفاق مع الغرب لكن البنية التحتية لانشطتنا النووية لا ينبغي المساس بها يتعين على تهران مواصلة العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة في اطار من الضمانات تصريحات سريعة ما اثرت ردودا من الكيان الصهيونية رئيس الوزراء بن يمين ناطين يهو قال انه ابلغ وزير الخارجية الامريكية انطوني بلينكين بان احياء اتفاق نووي مع ايران ليس كفيلا بوقف البرنامج النووي الايرانية وان اي تسوية يجري التوصل اليها مع الضهران لن تكون ملزمة للكيان الصهيونية لقد خلق الاعداء تحديا نوويا لنا منذ عشرين عاما لانهم يعرفون ان الحركة في الصناعة النووية هي مفتاح التقدم العلمي للبلاد ذريعة الاسلحة النووية كذبة وهم يعرفون انهم يكذبون بل اننا لا نريد التوصل الى السلاح النووي بناء على تعاليم ديننا وان لا لم استطاعوا منعنا من الحصول على هذا السلاح يتهد في خضم ما تنشره وسيل اخلام حبرية ان مسؤولين امريكيين وايرانيين اجروا مباحثات غير مباشرة في سلطنة عمان الشهر الماضية اخذ فيها الملف النووي حسط الاسد من النقاشات في اول تواصل المعلوم بين الولايات المتحدة الامريكية وايران منذ شهر حتى اعلنت الحكومة العراقية لفراجها عن مليارين وسبعمائة مليون دولار من الاموال الايرانية المجمدة بسبب العقوبات الامريكية كشف رئيس غرفة التجارة الايرانية العراقية المشتركة يحيى الاسحاق ان جزءا من تلك الاموال المفرج عنها خصص لتكاليف الحجاج الايرانيين في السعودية بينما روصد الجزء الاخر لشراء السلاع الاساسية من جهتها اكدت وزارة الخارجية العراقية ان وزير الخارجية فؤاد حسين حقق نتائج متقدمة بشأن المستحقات المالية بين العراق وايران في موضع اخر تصاعدت حدة مواجهات بين الجيشين الروسي والاوكراني عبر عدة جبهات لحد مع اعلان كييف رسميا البدء في هجومها المضاد ففي الوقت الذي اعلن الجيش الاوكراني استعادة بلدتين في محيط باخموت كشفت وزارة الدفاع الروسية عن صد هجمات اوكرانية في كل من دونيسك وخيرسون نار الحرب تستعر من جديد في اوكرانيجا وشبهاتها المفتوحة شرقا وجنوبا بعد اعلان كييف اطلاق هجومها المضاد واسع النطاق هجوم طال محاور عدة شرقية البلاد معيدا للاذهان بدايات العملية العسكرية الروسية مطلع العام الماضي القيادة العسكرية الروسية اكدت في اخر عملياتها ان انظمة الدفاع الجوي الروسي تمكنت من صد جميع الهجمات المضادة الاوكرانية على محور جنوب دونيسك وزاباروجيا خلال الاربع والعشرين ساعتنا الماضية مكبدة الجانب الاوكراني خسائر فادحة شملت تدمير مركز قيادة اللواء السابع والاربعين اشهر الالوية الاوكرانية على تجاه زاباروجيا وجنوب دونيسك استهدفت الضربات الجوية ونيران المدفعية لقواتنا القوى العاملة والمعدات للقوات المسلحة الاوكرانية وتمكننا من صد جميع الهجمات الاوكرانية في الطرف المقابل اطل قائد العمليات الاوكرانية شرقية البلاد على الرأي العام الدولي واكد استعادة القوات الاوكرانية السيطرة على بلدتين شمال باخموت مستغلة خطوة خروج قوات مجموعة فاغنر من المدينة الابرز في الحرب قواتنا استعادت السيطرة على بلدتين في محيط مدينة سوليدير شمال باخموت قواتنا تقدمت نحو 1400 متر باتجاه باخموت مستغلين عمليات تبدل قوات الروسية هناك بين إصرار روسي على استكمال ما تسميه موسكو عملية عسكرية دفاعاً عن أمنها القومي وتعنت من أوكرانيا لاسترجاع أراضيها تبدأ كييف هجوماً مضاداً فهل تنجح الاستراتيجية الروسية في درء الهجوم الموعود وتأمين وجودها في المناطق المنظمة إليها حديثاً أم أن الهجوم المضاد سيأتي بالمكاسب التي ترجوها كييف هذا وقالت روسيا الأحد إن أوكرانيا قامت بمحاولة فاشلة لمهاجمة سفينة تابعة للبحرية الروسية بستة قوارب بدون ربان عالية السرعة بينما كانت السفينة الروسية تقوم بدوريات في خطوط أنبيبيا الغازة الطبيعية الرئيسية في البحر الأسود وفي تصريح له قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن السفينة الروسية كانت تؤدي مهام مراقبة الوضع وضمان أمن خطوط أنبيبيا الغاز في الجزء الجنوبي الشرقي من البحر الأسود اليوم في حدود الساعة الواحدة والنصف بتوقيت موسكو قامت القوات المسلحة الأوكرانية بمحاولة فاشلة لمهاجمة سفينة أسطول البحر الأسود بريازوفي التي تؤدي مهام مراقبة الوضع وضمان الأمن على طول طرق التيار التركي وخطوط أنابيبي الغاز بلوستريم في الجزء الجنوبي الشرقي من البحر الأسود قتل مراهق يبلغ من العمر 15 عاما وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين بإطلاق نار في ستوك هولم وفادت الشرطة السويدية أنها اعتقلت شخصين إثر مطاردة قصيرة في جنوب العاصمة السويدية بعد ساعة على الواقع وخلال السنوات الأخيرة عملت السويد على وقف عمليات إطلاق النار والهجمات المنصوبة إلى عصابات تصف حسابات فيما بينها لقي ما لا يقل عن ثلاثة جنود وثلاثة إرهابيين مسرعهم في تبادل الإطلاق النار بين الجيش الباكستاني ومسلحين هاجموا نقطة تفتيش أمني شمال غربي باكستان ووقع تبدل إطلاق النار في ساعة مبكرة من صباحي السبت في مدينة ميرانشا القبلية بماطيقة وزيرستان الشمالية في إقليم خيبر وهي معقل سابق لحركة طالبان باكستان ونفذ الجيش الباكستاني عمليات بحث لتعقب المسؤولين عن الهجوم وصادر ذخيرة القتلى من المسلحين فتحت هندوراس لحد صفرتها في الصين بعد أن قطعت في مارس الماضي علاقتها التي امتدت لعقود مع تايوان وبدأت علاقات دبلوماسية مع بكين وذكر التلفزيون المركزي الصيني إن وزيري خارجية البلدين افتتح الصفارة في بكين دون الكشف عن تفاصيل العملية وتعارض الصين أي تبادلات رسمية بين تايوان وشركائها الدوليين انطلاقا من مبدأ الصيني الواحدة حذرت السلطات الكندية من استمرار الحرائق المستعرة التي تشتاح البلاد منذ ماي الماضي خلال موسم الصيف فيما وصفت مشهد الحرائق هذا العام بالأسوأ في تاريخ البلاد فيما لا تزال السنة اللهب تمتد غرب كيفيك وضع أجبر ألاف الكندين على مغادرة منازلها الحرائق في كندا تنشط وتستعر مجددا والسنة اللهب تمتد لتنتقل إلى غرب البلاد مدمرة ألاف الهكتورة من الغابات والأراضي الزراحية في وقت لا تزال عناصر الدفاع المدني ورجال الإطفاء تخوض معارك للسيطرة عليها وضع أجبر ألاف الكنديين على مغادرة منازلهم في وقت شرعت الحكومة في اتخاذ إجراءات استعجالية منها تنفيذ خطة إجلاء شملت نحو 14 ألف شخص منذ بداية الحرائق الشهر الماضي السلطات الكندية وصفت مشهد الحرائق هذا العام بالأسوأ في تاريخ البلاد مبدية نم خوف من استمرارها طوال موسم الصيف كبير المسؤولين بمقادعة إيديسون غرب البلاد يؤكد أن الحراقة المستعرة أفحت خارج السيطرة لدرجة أن عناصر الدفاع المدني وحماية الغابات إذ طرت للتراجع مقابل تمكنها من إخماد ألسنة النيران شمال كيبك بعد السيطرة عليها كندا تواجه 414 حريقاً حتى اليوم أكثر منها صنف على أنه خارج السيطرة وهي المرة الأولى في تاريخ كيبك التي نشهد فيها مكافحة الكثير من الحرائق وإجلاء العديد من الناس سنخوض معركة نعتقد أنها ستدوم طوال موسم الصيف مع تدعيات مستمرة على البنية التحتية المهمة مثل إغلاق الطرق ومناطق الريف وانقطاع الاتصالات اندلع الحرائق في عدة مقاطعة بكندا جعل دخانها الكثيف يصل إلى مدن أمريكية بل إلى النرويج متسبباً في تأخير رحالات جوية جراء تدني مستوى الرؤية وتلوث الجو وفق ما أفادت به الإدارة الفيدرالية للطيران بواشنطن كما تم توقف فحالية رياضية على غرار منافسات للدرجة الهوائية وضع عده الرئيس الأمريكي جو بايدن مقلقاً موازاتاً مع رفع السلطات الأمريكية حالة التحضير لأكثر من مائة مليون شخص بإشارة جودة الهواء المنبعث من كندا والذي وصف بالذار جداً في الرياضة دافع الناخب والجزائري جمال بالماضي عن خياراته في قائمة اللاعبين المعنيين بمباراة أوغندا ضمن تصفية كأس أمم إفريقيا بكوديفور والمواجهة البدية ماما تونس المقررة بملعب 19 ماي بي عن نبا في ظل توسع دائرة الانتقادات طالت الناخب مؤخراً عشية تربص المنتخب الجزائري الخاص بمواجهة أوغندا ضمن تصفية كاني كوديفور والمباراة الودية أمام تونس بملعب عن نابا شرق العاصمة الجزائرية تحدث الناخب جمال بالماضي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بمركز تحضير المنتخبات الوطنية عن أبرز النقاط المتعلقة بخياراته خلال الخرجتين المقبلتين للخضر عندما أختار والقائمة أحاول انتقاء أحسن اللعبين وإشراك أكبر عدد منهم لكن هناك بعض المعايير التي تحددها طبيعة اللقاءات أملك فقط يومين بين المباراة الأولى والثانية لهذا سأشرك فريقين مختلفين العودة إلى ملعب التاسع عشر ماي ستة وخمسين بي عن نابا بعد غياب دامت نتي عشرة سنة كاملة أسعدت الناخب الجزائري الذي قال إنه سيلعب في مختلف مناطق الوطن متمنيا أيضا إجراء مباراة بملعب تيزي وزو الجديد سعيد جدا بالعودة إلى عن نابا هذه المرة مدربا وسعيد أيضا بعد عملية الصيانة التي مست الملعب هدفنا اللعب في مختلف مناطق الوطن وليس فقط في العاصمة سنلعب في وهران وقسنطينة وبشار ونحن بانتظار تدشين ملعب تيزي وزو للعب هناك الناخب جمال بلماضي برر خياراته أمام رجال الإعلام بعدما أسالت قائمته المعنية بخرجتي أغاندا وتونس الكثير من الحبر أحيانا ينتقدون البعض في اختيار لاعب على حساب لاعب آخر لكن لا يمكنني اختيار خمسة لاعبين في منصب واحد الناخب الجزائري بعدما أنهى المؤتمر الصحفي سيتحول إلى الجانب العملي مع أشباله من أجل تحقيق نتائج إيجابية تكون أحسن تحضير للخضر للمنافسات المقبلة تويجا نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب دور أبطال يوروبا للمرة الأولى في تاريخه عقب تفوقه بهدف وحيد على انتر ميلون الإيطالي في لقائه النهائي الذي احتضنه ملعب أتاتوركا الأولمبي بمدينة اسطنبول تركيا يتربع فريق السيتيزانس على المشهد الأوروبي والعالمي بتحقيقه حلما طال انتظاره حلم وتحقق وباللقب الأول ابتسم القدر وخيرا لقضب مدينة مانشستر نادي الستي وكرمه باختياره عملاقا من عمالقة القارة العجوز بعد أن فتحت للنادي الإنجليزي أبواب المجد على مصر عايها بتتويجه للمرة الأولى في التاريخ بطن القارة العجوز فوق ميدان ملعبات التورك الأولمبي باسطنبول كان النهائي أمام انتر الإيطالي موعدا لتصالح الستيزانس مع التاريخ وقلب مرارة خسارة النهائية أمام الغريم الشلسي في نسخة عام 2021 إلى حلاوة انتصار وتتويج أول وتاريخي بقيادة المدرب الإسباني باب غورديولا نحن بالتأكيد راضون بتحقيق هذا الإنجاز الفريد بالفوز بالثلاثية للنادي وينتابني إحساس رائع الآن بالفوز بلقب دور أبطال أوروبا تحقيق الستي الحلم الذي طال انتظاره ونيله ذات الأذنين جاء لينصب الفريق السماوي في القمة بثلاثية لا تتكرر كثيرا بعد تتويج الفريق بلقبي الدوري والاتحاد الإنجليزيين ظللنا نكافح لسنوات عديدة لأجل تحقيق ذلك ونجحنا في تحقيق اللقب من أجل مدينة مانشستر هو إنجاز مذهل هذا هو الفوز الأول في تاريخ النادي باللقب ولذلك فإننا سنكون مرتبطين دائما بتاريخ السيدي هذا وضع متميز مشوار بطولي ووجه مشرف لزملاء الخارق للعادة والفولذي إيرلينغ هاراند الذين شقوا طريقهم نحو التتويج بأحلى طريقة ممكنة هذا وهنا الاتحاد والإفريقي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على تويتر الدولي الجزائري رياض محرز بعد تتويجه رفقة مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب دور أبطال أوروبا لأول مرة في التاريخ وهذا على حساب إنتر ميلون الإيطالي في النهائي الذي احتضنه ملعب أتاتورك في إسطنبول التركية وبركة الكاف في تغريدة لها لمحرز إحرازه واللقب وصفة يهو بالمرموق ويعد محرز ثاني لعب جزائري يتوج باللقب بعد مواطنه ربح ماجر العام 1987 نهاية النشر مشاهدين الكرام ولمزيدنا الأخبار تبقى مواقعنا ومنصتنا الرقمية ظاهرة أسفل الشاشة في خدمتكم على مداري الساعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة